مثل خير خمسمائة وسبعة عشر مرشحا للانتخابات النيابية وينتظر أن تشهد الداخلية تدافع المرشحين يومين اثنين وثلاثاء عند آخر المهل قانونا أما إلى حين موعد الاستحقاق على بعد شهرين فأن طوابير المرشحين قد تنضم إلى أخواتها من طوابير الذل طلبا للمحروقات والخبز والدواء وتنقيبا عن بطاقة مصرفية هدر دمها في المتاجر والحانات وعلى مرمى ستين يوما من هذه الحقبة التاريخية فأن ارتفاع مادتين البنزين والمزوت لن يدفع بناخب إلى صندوق انتخاب وصندوق واحدة لن تجد ما يضيء ليلة فرزها بعد أن يشح الزيت في العنابر والمخازن هي الحرب الصامتة إلى اليوم لكن خلف يومياتها يعتمل وجع الناس وبرد الجبال الذي يخوض أم المعارك في وجه المسنين في البيوت المغفرة والأزمات تجد مع كل مطلع نهار أسعارا جديدة إذ أن سعر طن المزوت أصبح لذوي التدبير الخاص فيما البنزين يبعد خراطيمه عن فوهات العربات العطشة ووسط هذه الطاقة السلبية فإن من ينتظر الحلول كمن يترقب وهما لتداخل الحل المحلي بالمطلب الدولي فالبنك الدولي لن يمول خطة كهرباء ما لم تقر الإصلاحات ويعقد برنامج مع صندوق النقد وصندوق النقد لن يمنح أموالا إلا وفق مقاربة مختلفة لتوزيع الخسائر وتوزيع الخسائر مختلف عليه رقما ومسئولية فوفقا لواقعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي فأن أصحاب النفوذ المالي يطرحون تحميل الدولة الخسائر والدولة بالمفهوم العام هي الناس فأما أن تبيع نفسها ومقدراتها وأما أن تحمل المواطنين عبءا ضرائبيا جديدا وبكل بساطة يطرح أصحاب الاحتياجات المالية الخاصة كالوزير السابق محمد شقير تلزيم الخسائر للدولة على اعتبار أن شقير عمل في السلطة بوظيفة ناشط بيئي وربطا بالخسارات الوزرية فأن وزير الطاقة الحالي وليد فياض المستخرج من معامل التيار لم يحد حتى اليوم عن خطوط رسمها جبران بسيل وأذرعته الوزرية تمسك بسلعات وتكليفتها العالية وضع خطة لم تتعاف حتى اليوم من الجراح الوزارية نفسها ولم تحصل على تمويل دولي وأغفل عن الهيئة الناظمة التي من شأنها أن تحد من دور الوزير والأهم أننا في عهد وزارة الطاقة اليوم وصلنا إلى حلم التيار الوطني القديم بكهرباء 24 على 24 لكن مع فرق أنه جدول العتمة لا النور سيكون lite ثقل